لكن في مطلع 1920 حدث أول صدام حقيقي بين المصريين اللي كانوا بيصعوا لتمصير الرياضة المصرية والاتحاد المختلط بقيادة أنجلو بولاناكي وكان اختيار البعثة الأولمبية المصرية في دورة أنفرس 1920 محور إسراع اللجنة الأولمبية الدولية بعتت دعوة لمصر عشان تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بمدينة أنفرس اللي هي في بلجيكا واللي اسمها بالإنجليزية أنتورب في الوقت ده كانت اللجنة الأولمبية بيسيطر عليها الاتحاد المختلط ورئيسه أنجلو بولاناكي أنجلو بولاناكي كان سجل نفسه كممثل لمصر في اللجنة الأولمبية الدولية فاتصل بالحكومة المصرية بصفة عضو اللجنة الأولمبية الدولية وطلب موافقتها بإرسال بعثة تشارك في الدورة الأولمبية وكمان الحكومة تتحمل تكاليف سفرها الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء شكلت مجموعة لجان لاختيار البعثة المصرية وهنا حصل الصدام الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي شايفة أن اختيار البعثة أمر مصري خالص وده عكس رغبة أنجلو بولاناكي وعكس رغبة الاتحاد المختلط اللي مصمم يفضل مسيطر على الرياضة المصرية لكن رغبة المصريين انتصرت في كرة القدم على سبيل المثال اتشكلت لجنة لاختيار الفريق برئاسة جعفر ولي باشا وكيل النادي الأهل وضمت أعضاء من مختلف الأندية يعني عن وزارة المعارف مستر سيمسون ومستر سيمسون كان مرائب الألعاب في الوزارة وكان من نظر مدرسة المعلمين في نفس الوقت ومحمد فندي صبحي من النادي الأهلي وابراهيمة فندي علام من النادي القاهرة ونقول فندي عرقجي من النادي المختلط واسماعيل فندي يسري من النادي السكة الحديد وطه فندي السرجاني من النادي العباسية وتم تعيين محمد فندي صبحي سكرتير اللاجنة ونفس الأمر اتكرر في باقي الألعاب اللي حتشارك في الدورة الأولمبية وفعلا شاركت مصر في ألعاب كرة القدم والجنباز ورفع الأسقال والمصرعة وألعاب القوة وسلاح الشيش ببعثة كونت من 24 لعب ضم منتخب مصر لكرة القدم من الأهلي كامل طاها ومحمد السيد ورياد شوقي وزاكي عثمان ومحمود مختار سقر وحسن علي علوبة وضمت كمان في سلاح الشيش أول لاعب أولمبي مصري اللي هو أحمد حسنين بيك اللي شارك وهو طالب في دورة استوكهلم سنة 1912 أحمد حسنين بيك اللي بقى بعد كده أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي ورئيس النادي الأهلي في منتصف الأربعينيات كان أهم نتائج دورة حصول المصارع أحمد رحمي على المركز التاسع في المصارع الحرة تحت 75 كيلو أما منتخب مصر فلعب يوم 28 أغسطس سنة 1920 مع إيطاليا وخسر اتنين واحد ودي كانت أول مباراة رسمية في تاريخ منتخب مصر لكرة القدم ومثل المنتخب في المباراة كامل محمد السيد عبد السلام حمدي رياض شوقي علي الحسني جميل عثمان توفيق عبد الله حسن علوبة حسين حجازي سيد أبازة زاكي عثمان ويعتبر ويعتبر هدف مصر في المباراة أول هدف رسمي في تاريخ منتخب مصر لكرة القدم وسجله لعب الأهلي زاكي عثمان بعد كده لعب منتخب مصر يوم 2 سبتمبر 1920 مع يوغوزلافيا وكانت المباراة على مراكز الترضية عشان نحدد الترتيب العام وفاز منتخب مصر 4-2 وده كان أول فوز رسمي لمنتخب مصر في تاريخ كرة القدم المصرية وأحرس أهداف المنتخب سيد أبازة هدفين وهدف لكل من حسين حجازي وحسن علوبة استدامة اللي حصل في تشكيل بعثة مصر في دورة أمفرس الأولمبية 1920 كان بداية حقيقية لتغيير فكر المصريين تجاه الرياضة الرياضة المصرية ملك مين احنا ولا الأجانب وليه الأجانب يدروها ما احنا نقدر ندرها وبكفاءة كمان فنجح المصريين بقيادة جعفر ولي باشا وكيل النادي الأهلي في فرض رؤية المصريين في اختيار أفراد بعثة مصر الأولمبية ترجمة نانسي قنقر